في عزل السوشيال ميديا الكل بيدور على الترند لكن دفتنا النهاردة بسم الله ما شاء الله الترند بيجي لها لحد عندها مشهد كل سنة في أي عمل بتشارك فيه لازم يبقى مسترسين ويبقى ترند الناس تتحاكى بيه ورغم مسرتها الطويلة بين السينما والتلفزيون والمسرح لكن الحقيقة ممكن نقول أنه تم إعادة اكتشاف دفتنا فنيا في العشر سنين الأخيرة وبقى اتعامل مشترك في المسلسلات النجحة كل رمضان معانا إحسان في سجن النسا عفاف في أفراح القبة أم أسماء في أيوب وساميحة في البرنس معانا زملتي وصادقتي والفنانة بجد اللي هيطلة مختلفة اللي أنا بحبها جدا على الشاشة النجمة الجميلة سلو عثمان منوراني يا سلو حبيبتي أنت اللي منورة الدنيا يا منال حبيبتي أنت عندي برد ولا إيه؟ لا عندي زكام بس مش برد ألف سلام عليك أنت عارفة في زمن الكورونا لا دلوقتي تبقى كل ناس تبقى خايفة بس الله مجرد زكام ما فيوش حاجة تانية لا سلامتك سلامتك الله يسلمك سلوة أنت عارفة أنا أنا بحبك وبحب شغلك وأنا كمان وانت بجد مميزة جدا في كل الدور بتعمليه وكل دورة شوف أقول مصر جميلة مصر فيها مواهب ومن رغم أنك في الفترة الأخيرة بتعمليه أدار أمهات لأن فيه اختلاف ما بين كل أمه وأمه بتعمليه ودي رغم أنك ما عندكيش أولاد يا سلو فقولي لي إحساسك بالحالة دي إزاي حالة الإحساس بالأمومة منه سلسل للتاني طبعا كل يعني مسلسل له الأحداث بتاعته وله شخصياته وكل شخصية أكيد بيبقى ليها تفاصيلها غير الشخصيات تانية طبعا أنت مصر كلها وكل العالم فيه أمهات بس مش كل الأمهات بيبقوا زي بعض كل واحدة بتبقى على حسب مثلا بيئتها على حسب الحاجات اللي مرت بها في حياتها فده بيتنقل للشغل يعني المسلسل بيبقى عامل شخصية بشكل معين أو أم بشكل معين بقى حسيس معينة ببيئة معينة تربية معينة فلازم أنت تنقليها زي ما المسلسل مكتوب فطبعا ده بيعمل اختلاف كل شخصية لازم بتأدي أنت تبتدي تخش في الشخصية وبتحسي أنها أنك أنت مثلا سميحة في البرنس فأنا سميحة دلوقتي بتبقي في حتة تانية مثلا أم أسماء فأنا أم أسماء دلوقتي فالشخصيات نفسها بتخليك تأدي أداء مختلف عن كل شخصية عن التانية بمناسبة سميحة في البرنس ما شاء الله سميحة في مشهد كان ماستر سين الترند الترند ده عامل معاك إيه يا سهلوه لما قالوه لك المشهد ده بقى ترند وعالسوشيا الميديا مكسرة بيدوني بصي أنا مش قادرة أقول لك أنا فرحت قد إيه يعني مش قادرة أقول لك أنا كمان فرحت بتهنئة زملائيلية أيوة وفرحت بالناس الصحفيين والناس ده هما اللي بيقولولي على فكرة يعني الناس أنا فوقت فجئت أنه الناس كلها بتكلمني في التليفون وبقى معايا مثلا أربع مكلمات على التليفون واحدة اتين على الويتين فالمهم يعني أنه هما اللي قالوا لي ده المشهد عامل شغل جامد جدا وبتاع ولقيت الناس عمالها بتهنيني أنا ما بقيتش مصدقة طبعا وفرحانة جدا بس يعني للدرجات دي كرم ربنا كبير قوي قوي فده أسعدني يعني كنت سعيدة أنه أنا حسيت أن الناس حبت المشهد وحبتني فيه وحبت الشغل بتاعي اللي أنا بعمله ده وانت بتشغل عشان الجمهور يعني انت الجمهور هو اللي بيعملك فطبعا تبقي سعيدة أنه هو سعيد بيكي أو أنه هو متأثر بيكي أو وصلتي له ووصلتي لإحساسه من جوه إذن عارف الجمهور ببداية أنا عارفة طبعا والدك العظيم أستاذنا كلنا وأستاذ عصمان محمد عالي أنت حبيتي الفن من خلاله يا سلوى ما هنا ممكن أكون واخدة الجينات بتاعته بقى ما أنا بنته فأكيد أنا من هنا صغيرة بحب التمثيل والسينما وأحب أروح أتفرج على الأفلام في السينما أول ما تيجي ومثلا يوم الخميس والجمعة ده كان بيبقى أجازة وصبح يعني الخميس فيه فيلم أيوة وصبح أجازة فطبعا كان اليوم اللي أنا مثلا يعني راحت عليها نومة وما شفتش الفيلم تاني يوم بيبقى دمار للبيت كله شفتون أنا ملمة باتخالي معي وما يقولوني طيب ملمتي حنعملك إيه طيب أقوله ما يش دعوة صحومي أنا فاكرة الخميس ده كان نشوف فيلم الخطايا نشوف فيلم الأفلام القديمة دي دايما كان الخميس بتيجي الأفلام بقى نتفرج عليها بس أنت تعلقتي بالتمثيل من المدرسة ولا بابا كان مش تغل إزاعة مش كده ومسرح زمان أنا فاهمة صح؟ لو كان إزاعة كان في إزاعة سكندرية كان هو نجم إزاعة سكندرية وكان موجه أول تربية مسرحية لأول كان بياخدني في كازينو ابتدى في الشطبي جماعة شبان المسلمين كان في الشطبي كان بيعمل فيها بقى حاجات مثلا لمدارس سنوي وإعدادي وابتدائي والكلام ده فكان بياخدني معاونا صغيرة أعمل بقى الشغل معايا كده هو تيدخلني في وسط العيال سيحنا مش في المدرسة معاهم حينما بخش في وسطهم كده نعمل حاجات بتاعة أطفال صغيرين يعني كان فيه كذا مرحلة مرحلة بتدائي فيه الصغيرين قوي لقبل ابتدائي وكنت فاكرة كان عندي 7-8 سنين حاجة كده فعارفة ابتدت منه أنا صغيرة وأكيد كوايا بقى ورسة منه حب الفن دي فأنت قررتي من اللحظة دي أن أنا هبقى ممثلة كنت في السن ده فاهمة أن فيه حاجة اسمها معاعة فينو مصرحية أو معاعة سينما ما أنا عارفة ما هو أنا عارفة أن أبوي وأمي متجوزين من معهد الفنون المصرحية هما كانوا زملاء وتجوزوا من هناك فأنا ماما ما اشتغلتش يعني بابا اللي كان بيشتغل في الوسط الفني بس ماما ما اشتغلتش قوي يعني عملت حاجات بسيطة كده فهي قابلت مرة أستاذ حسين عثمان مخرج في الإزاعة وبيسألها أنت ليه مش بتشتغلي وكده قالت له لا أنا يعني صايبة الموضوع ده بس أنا بنتي نفسها تمثله كده فروحت الإزاعة لحسين عثمان واشتغلته وأيدني كطفلة ما كانش فيه لسه ليا ما كنتش دخلت النقابة ولا كلام ده وبعدين كان أياميها فيه الأستاذ نور الدمرداش بيعمل بيعمل مسلسل في استوديو عشرة فنزلت له عرفته بنفسي وأنا عارفة أنه هو يعرفهم لأنه هو زميل ماما وبابا يعني فالمهم نزلت له بتاعه فقال وعرفته أنه أنا بنت عثمان محمد علي قال لي طب نزلي للستوديو نزلت للستوديو صوروني لفي شوية كده لفي شوية كده لفيت وبعدين فترنت اشتغل لا واشي فوتوجينيك أخدني هو في أول حاجة عملت مسلسل معاه اسمه زغريت في غرفة الأحزان وكان دوري يعني كانوا 15 حلقة أنا فاكرة كان دوري 8 حلقات ف8 من 15 ده أياميها طبعا ده شيء عظيم عبقرية ده اللي عادي كان بالمبنى كان يبقى فرح زمائية في التوقيت ده فالحمد لله بدأت البداية دي وبدأت الشغل بقى يجيلي وكده يعني أنت ما دخلتش معادي يا سلوة دخلتها من بابها بقى من بابة بسي أنا خدتها يعني إيه ممارسة وتجربة وبتاع لغاية ما إيه طبعا في الأول أكيد كان عندك أخطاء لأن حتى مهما تكوني موهوبة برضو الكاميرا ليها رهبة طبعا تخوف يعني إيه بقى يا سلوة الدور اللي قلتي ده عمال لي نقلة وأنا صغيرة قوي كان البشاير حاجة عملت آه صح آه كان يعني الناس كلها طول ما أنا ماشي تقول لي بياضة 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 آه يعني دور الاسم مميز جدا كمان آه والمال والبنون برضو سيدة آه بس طبعا إيه وكل الحاجات دي كانت حلوة وكانوا الناس بيسألوني ليه أنا مش بطلة أساسية في يعني من ليه أنا مش هاضة البطولة الأولى ومش عارفة طول ما أنا ماشي في الشاركة بس أنت عملت أعمال دي كلها بطولة جماعية كنت بطلة يا سلوة على فكرة ماشي بس لا هم بقى بيكلموا على اللي هو النجومية بقى اللي هو البطلة الأولى بتاعت العمل فده في حد ذاته كان بيحسسني إن أنا بطلة حتى لو ما عملتهاش يعني ممكن أبقى أحد الأبطال لكن هم بيكلموا على حاجة تانية اللي هي النجمة الأساسية يعني فكان بيحسسني إن أنا يعني أوكي ده أنت هم حاسين كده ده حاجة حلوة قوية المهم بعد كده بقى الأدوار توالت وكده بس كانت في نقلة في العشر سنين الأخرانين زي ما انت قلت كده كانت ابتدت من سجن النسا أستاذة كاملة أبو ذكري يعني اخترتني إن أنا أعمل سجنة في سجن النسا فبيني وبينيك أنا ما عملتش سجنة ده قبل كده وكنت خايفة وبتاع فهي يعني لقيتها هي كمان شجعتني أول مشهد عملته لقيتها عمالة تقول أنا قلتلكو هي صلوة عصمان هي اللي كانت تعمل الدور فطبعا لما قلتلك كلمتين دول برضو شجعتني أكتر واتبسطت أنت عارفة لما يبقى المخرج مبسوط بيكي ومقتنع أنه هو عمل كاستنج صح أنه جابك في الدور والحاجات دي كل دي حاجات جميلة بتخلي الواحد يبقى عايش المسألة نفسها يعني أنا عايشت كان سجانة فعلا لو أنت كنت عاملة دور حلوة قوي والله أنا لما عملت ولاقيت الناس كانت برضو السوشيال ميديا كنت أنا لسه ما عنديش فيسبوك كنتش عاملاء فلاقيت كاملة بتقول لي أنت شايفة الناس بتقول عليكي إيه في الفيسبوك قلتني فيسبوك أنا أصلا ما عنديش قلت لي لا أعمليه بقى عشان تعرفي الناس كانت بتكلم عنك إزاي أنا بصراحة قلت أنا طول عمري بمثل يعني هو ده تمثيلي يعني بس لقيت أنه عارفة ربنا لما يحب يعلم يطبطب يطبطب على حد فلاقيت الدنيا كلها فعلا في السوشيال ميديا بتكلم عن دوري في سجن النساء فده كان يعني بداية انطلاقة جديدة بعد كده جي أفراح الأوبة مع محمد ياسين ده دور بقى عايزة قلت مسلسل كله عبقري محمد ياسين العلاقات بتكلم عن دوري في سجن النساء فيها أمومة وفيها ستة غيورة أيوة وفيها صديقة وفيها شخصية مليان حاجات ده أنت عملت حلوة قوي يا سألو ما أنا حبيته أنا حبيته وأنا بموت أصلا في مونة زكي بعشاقها عارفة لما تبقي مع واحدة أنت أصلا بتحبيها وتلاقي نفسك بتشتغلي معها حتى لو طلع غريمتها هتشتغلي بحب فهتعملي حاجة حلوة أنت وهي لا عملت حلو مستلسل كان حلو جدا نرجع بقى عادة في نجمات تقولك إيه ده أنتوا جابين لي دور أم الولد معرفش عنده كم سنة إيه ده لا لا أنا لسه صغيرة والحاجات اللطيفة دي اللي احنا بنسمع عنها أنت ما همكيش كان عندك 30 سنة تقريبا وعملتي دور أم احكيلي عن التجربة دي وإزاي الجرء أنك تقدمي على ده يا مش الجرء ده عادل قد بفضل ورايا لغاية طمق نعني كان مفروض إيمان أيوب كانت طلع بنتي وأنا كان عند ساعتها 30-31 تقريبا حاجة كده ويقول لي أنت طلع أم إيمان أيوب يا عمي يهديك يرديك أنا لسه بدور على شغل الفيديتات قال لي بو أقول لك إيه أنت هتعمليه حلو جدا وبعدين فيه ستات كتير بيتجوزوا هم صغيرين وتبقى بنتهم طلعة تعريبا قدو زي كده الله طبعا يا عمر ما انتش عمر وجميلة وصغيرة فبقول لك إيه قعد وفضل ورايا قال لي بصي ما حدش عام أنت هتعمليه في الآخر قلت له طيب حاضر لقيت فعلا الدور حلو وجميل وحتى لو أم صغيرة إيه المشكلة ما فيه أمات يعني ده ستات بتوعنا زمان كانوا بيتجوزوا هي عندها مثلا خمستاشر سنة ستاشر سنة أنا أعرف واحدة كانت هي عندها مثلا تمانية وتلاتين سنة وكانت بنتها تمنتاشر يعني جوزت عندها عشرين سنة فتمنتاشر دي عروسة بتتجوز هي كمان وبعد مثلا سنة ممكن تجيب لها بيبي تبقى جدة ليه الفنانة شادي عملت دور أمه هي في عز شبابها اللي هو المرأة المكولة بس هم عجزوها بقى قوي دلوقتي على فكرة ما بيعجزوش قوي كده لأنه بدام انت متجوزة صغيرة هتبقي شكلك تقريبا عادي بالزبط مش منطقي إنما يعني الدور ده كان مختلف لأنه دخلت في إدمان وقصة ده والإدمان بيبهض بيبوز الدنيا لو شفنا مثلا لا أنام فاتن حمامة عاملة بنت يحيى شهين اللي كانت بتقف قدامه في دات ومارين فخر الدين مراتو اللي يفمام أمها وعمر الشريف كان عامها وفيلم إحنا لحد النهاردة سايب علامة في صريح الفن فاتن حمامة كمان الله يرحمها ويحسن إليها كانت جسمها صغانطوت كده فمع الشكل برضو على فكرة بيبقى له عامل في احتيار المفرج للدور فهيها صغانطوتة كده فبشوية مكياش بشوية شعر بشوية مشعر فإيه معا جسمها ممكن تبقى صغيرة أصغر من سنها فيعني عملت الدور يعني والدور كان عايز واحدة في سنها ولما بتكبر شوية بتبقى برضو لسه شابة صغيرة وبعدين مرات الأب اللي هي مفروض مارين فخر الدين ما هياش الأب مش شرط أنه هيجاوز واحدة كبيرة أو يقده أو يعني لازم تكون لا ممكن يكون متجاوز ستة أصغر منه يعني فستيكات مقصودة أنا تبقى كبيرة شوية يعني آه يا طويل أطول منها آه آه آرأت لك تصريح بيقول آه ما عارفش أنت قلتي ده ولا لأ إنك نفسك تقدمي السيرة الزاتية الفنانة الجميلة كريمة مختار ده أنت قلت التصريح ده هو أنا ممكن أكون قلته لأن يعني هما دايما بيشبهوني بفردوس محمد وكريمة مختار عشان أدوار الأم بس آه لا يعني هما دايما يقولولي يعني السكة بتاعتهم آه سكة كريمة مختار وسكة آه سكة فردوس محمد أنا بحب الاتنين وبحس فيهم بالأمومة وأنا ببقى سعيدة لما بيقولولي كده على فكرة ده معناه أنه أنا عندي صدق في تأدية أدوار الأمومة فلأنه دول كانوا يعني من أصدق الناس اللي لما تتفرج عليهم تحس إنها أمك فعلا أو أم الشخص اللي موجود بحنيتها بصدقها بأداءها كل الحاجات دي فده أنا باعتبره فخر ليا لو حد قال لي أنت زي فردوس محمد أو زي كريمة مختار فحد قال لي أنت تحب تعملي سيرة ذاتية مثلا كريمة مختار أو قلت له أعملها طبعا ما عملهاش ليه لأن حاجة دي أنا أفخر بيها دول كانونجوم كبار وفنانين كبار ولما أنا أتشبه بيهم أو أعمل لهم سيرة ذاتية دا يا ريت دا حبيبتي سألوا عصماني يا جماعة للي ما عرفاش ونعرف برا الكاميرا دمها شرباط دمها خفيف جدا أنا بقى مندهشة من تصريح هي قالته إنها بتخفم الكوميدي وأدوار الشار أنت قلت التصريح دا لا بصي أنا هقولك على حاجة أنا بخفم الكوميدي ليه علشان مع أن أنا عملت كوميدي بس كل مرة ببقى دخلة وخايفة لأن الكوميدي أنت تقدر يتعياتي الناس يعني لكن الكوميدي عشان تدحكيهم متهالي أصعب شوية لأنه يا دمك خفيف يا هيرموكي في الزبالة ملاحش حل تالت فبقى خايفة لأطلع دمي مش خفيف يعني آه أنت وانت عادية وبرى الكاميرا بتهزري مع أصحابك وبتاع بس أنت بتتحملي مسؤولية إنك هتدحكي الناس كلها عشان هتبقي كوميديانة فبقى عاملة حسابها شوية زيادة مش مسؤولة خايفة برضو إنما عاملة حساب موضوع الكوميدي دا أصدر كوميديا سلوى بميننا صحاب يعني وفي المهنة زي التراجتي أنت بتعمليه بجد حيدحك دا رأيي في الكوميديا ما هو لازم يبقى الموقف بقى هنا بقى يجي كوميديا الموقف إنك أنت بتعملي الموقف بتمثلي الموقف فبتطلع بيطلع كوميديا بالزبط كده لكن هتعادي تعملي بقى إفهات وتعملي مش عارفة إيه وتعملي يعني كده وما بعرفش عمل الكلام دا خالص بس فيه ناس ليها التخصص في دا بس بيعملوه بيبقى حلوه لايق عليهم بيبقى لايق عليهم أنا مش هيليق عليها غير إن أنا أعمل كوميديا موقف يعني أمثل الموقف والموقف نفسه كوميدي فخلاص كده أنت في السيف سايد إنما هتقولي إفهات بقى وتتشقليلي وكرم لا مغيش ألبا أنت يدمج شربط وحتعملي ما تخفيش تخلي بس على الموضوع أنت انت قدمتي في السينما يا بختك يا بختك عامل شوية أدوار في السينما يا جماعة ومع شوية مخرجين عملت ملف في الأداب امرأتان ورجل المعلمة سماح ليلة ساخنة هستيريا وحاجات كتير الحقيقة ثابت سلوة عثمان بصمة فيها جبيرة جدا 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 أنت لما بترجعي فلاش باك كده لأدوارك في السينما ما بتحنيش للسينما النهاردة لأنك الفيديو أخدك بشكل أكبر والله أنا بتمنى أنه أنا أشتغل سينما بس أعمل برضو دوري بقى حلو ومناسب لي مكتوب حلو ومعمول حلو عمري ما هقول لأ السينما دي حاجة جميلة قوي 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 فأنا بحبها وطبعا الحاجات اللي أنا عملتها فيها كانت أعمال حلوة الحمد لله بس نفسي لما أرجع تاني أنا بقى لي فترة مش بعمل سينما قوي يعني سينما بس لو عملت حاجة نفسي أعمل بقى أبقى إن شاء الله إن شاء الله جزء بسيط بس من فيلم كبير أي يعني عارفة ده لو عملت أي حاجة زوانطوطة فيلم كبير بتكبري بيبقى الدور بيبقى كبير بدم مكتوب حلو طبعا ودم الفيلم كبير ومدم أبطال وكل شغل يعني عارفة عايزة أعمل حاجة أخش بيها تبقى حلوة قوي دايما يا رب يديك يا سنو ويدينا كلنا يا رب فيه نجوم أنت اتبسطتي وانت بتشتغلي معاهم واستمتعتي بوجود جنبهم ومفتقدهم دلوقتي زي مين ده في الفيديو في الفيديو والسينما بصي أنا كل اللي اشتغلت معهم الحمد لله وشكري لله كنت سعيدة جدا معهم يعني أنا مثلا عملت الزبق مع كريمة عبد العزيز كنت في غاية السعادة والدور برضو كان معلم لدرجة أن الناس بيتعملها تقول لنا أنتوا زي مش عاملين الجزء التاني ترمي جماعة مش في إيدي مع أننا دخلنا صورنا يوم على فكرة في الديكور اللي هو بتاع البيت بتاعنا في الجزء التاني صورنا يوم بس ما كملش بقى للأسف وكريمة عبد العزيز مثلا مونة زكي أحمد حلمي اشتغلت معاه إياد نصار بعد كده محمد رمضان في البرنس أحمد زاهر روجينا كل الناس دي كلها ناس حلوة كلها ناس فننة دول اللي في جنة دلوقتي إنما أنا بكلمك على الجيل القديم القديم اللي إحنا مفتقدينه النهار ده وكان بالنسبة لنا يمثل إنهم أسادة وتعلمنا منهم والله أنا بحب أستاذة سميرة عبد العزيز ربنا ديالس يا رب وأستاذة سميحة أيوه طبعا أنا اشتغلت كمان مع أمينة رزق أنا مش قادرة أقول لك هي قد إيه جميلة لا رهيبة أنا اشتغلت معي دي كوميديانة بقى شربار تحفة يعني حاجة كده إحنا وإحنا في البشاير كنا حاسين إن إحنا فعلا عيلة وحدة وبرى التصوير هي كانت كوميديانة رهيبة وكانت دماء خفيف قوي وطبعا إنعام الجريتلي هايلة في الكوميديا فظيعة أه طبعا حاجة كده فوق الوصف يعني أنا اشتغلت معها مخرجة مدام إنعام الجريتلي أه لا أنا اشتغلت معها مسلنا سوا في بيادة أنا وهي وهي كانت اسمها إيه في المسلسلة تفتكري أنا مش فاكرة لا تصوري بس هي صحبتها رائعة سعادية سعادية أيها مدام إنعامل الزاملات إن صحبتها حيلة جيدة هي حبيبتي دي هايلة جميلة وشخصية على الحقيقة يعني غاية في البساطة والحلاوة والاحترام والفن فيها كل حاجة حلوة بصراحة مين أنا مثلا كان نفسي أشتغل مع الراحل العظيم أحمد زاكي ولم يحلفني الحظ إحنا كنا أصحاب أنا وجوزي وهو وكده إنتي إحنا اشتغلنا مع جوزك فيلم هستيريا هستيريا إزاي ما اشتغلتيش معانا ما عايز أقولك حكاية بقى أنا كنت مترشحة لدور أولفة إمام كان أستاذ أحمد زاكي اللي مرشحني ليه طيب وبعده فأنا قلت له لأ يا ناي عادل ده كان أول فيلم العادل فأقولت له لأ يا ناي هو ما بنشتغلش مع بعض أنا أحمارة لا أنا بعترف لأ ما اشتغلش مع جوزي واخدبالك بكلمك بجد فأقولت له بعدين أختك إزاي قال لي مشريف مونير أخوية لأنهما كانوا عاملين توليفة كده الولاد شبه الأم كانت سوريا إبراهيم الله يرحمها الله يرحمها والأستاذ أحمد شبه الأب حتى معلقين سورة في الديكور الأب له غامق والأم وده بيحصل على فكرة كتير في العائلات فأنا سعيتها قلت له لا يا عادل اختار حد مننا وكنت قابل بس طبعا ألفت عملت الدور تجنن طبعا وخدت عليه جايزة أحسر ممثلها في مجنن القوم السنمة للسنمة وانت كنت عاملة دور حلو جدا 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 بجد وذكريات آه بس عاملة كامل كمان لأ عاملة دي طبعا ده يعني كت رهيبة دي كت فيدات ها في الفيلم آه آه بس هي فيدات بشكل خاص بيها بلونها آه يعني لا بس هي عبقرية فنية طبعا آه طبعا عبلة كامل يعني ده هي لما عملت ما عملته لان عايش جل باب أبي قعدت أدور على تليفونها لغاية ما جبته عشان خطر أكلمها وقول لها انت عاملة شغال حلو لأن كمان عجبتني إن هي عملت أم وبتاعي يعني عملت المرحلتين فعملت المرحلتين حلوين قوي طحفة لأ أنا قبل أنا كنت بقولك المقدمة دي عشان أقولك مين اللي كان نفسك تشتغلي معاهم وما حصلش نصيب من الأساجزة الكبار دول أكيد فتا الحمامة وسوعة حسني والناس دي كلها أنا الحقيقة لقد فتا فتا حمامة الحقيقة لأ أنا اشتغلتش مع فتا حمامة على استحياء كد وسوعة حسني أنا بعشق سوعة حسني ديه في حتة الوحدها ديه في حتة الوحدها من أزاي بس طبعا ما ما قدرتش يعني ما حالفنيش الحظ إن أنا أشتغل معا للأسف الوقت بيجري بداية السنة الجديدة أمنياتك إيه سلوة والله أمنياتي أولا إن إحنا ربنا يخلصنا من الوباء اللي إحنا دخل علينا ده بدون استئزان يعني ما بيستئزنش إن شاء الله يخلص ويخلص على خير وربنا كده يكرمنا ويدي صحة لكل الناس اللي موجودة في الدنيا بحلها ونفسي إن بلدنا طبعا دايما تبقى في تقدم وده أكيد حاصل وحيحصل مع فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي لأنه بصراحة عامل مجهود جامد جدا جدا ويعني مش مخالي على جهد وجهد في كل حاجة يعني في طرق في صحة في تعليم في حاجات كتير قوي قوي فبتمنى إن إحنا بلدنا تبقى أحسن بلد وأعظم بلد بتمنى طبعا السحة والسطر بالنسبة لنفسي بتمنى إن أنا أعمل شغل دايما يعجب الناس لأن أنا بحبهم وعايزاهم يفضلوا يحبوني دايما يا سلوى إن شاء الله تبقى ترند وكلنا فخورين بيكي موسلة جميلة وعظيمة ومصر فخورة بولادها ومش عارفة الفقرة جريت في نهاية فقرتك لازم أقول إن استمتعت جدا بوجود الفنانة الجميلة سلوى عثمان معايا النهاردة وبنتمنى لها الصحة والسعادة وإنها تقدم لنا أدوار مميزة تانية كتير وتفضل على طول ترند وللأسف دلوقتي خلصت فقرتنا هنروح لفاصل ونرجع لكم تاني موسيقى